ما هي أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أسباب الثبات ومن أهمها لزوم جادة الاستقام إنسان الذي يصلي ويزكي ويبر والديه ويصل أرحامه ويحاول الاستمساك بالطريقة الصحيح هذا يثبته الله مثل ما قال الله والذين اهتدوا زادهم قدى وآتاهم تقوى فلزوم الجادة سبب في حصول نعمة الثبات والزيغ إذا ابتعد الإنسان على الجادة زاغ قلبه وابتعد عنها فلما زاغوا زاغ الله قلوبه زاغ الله قلوبه الأمر الثاني الدعاء وهو قسمان الدعاء بالثبات ومنه هذا الدعاء الذي نكرره في كل ركعة اهدينا الصراط المستقيم يعني ثبتنا عليه لأن اللي يصليه الحمد لله على الصراط المستقيم لكن يريد الثبات عليه اهدينا الصراط المستقيم أي ثبتنا عليه ومن الأدعية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك به نوع الثاني من الدعاء الدعاء بعدم الزيغ كما قال الله تعالى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوخاب فالدعاء بعدم الزيغ هو في الحقيقة دعاء بالثبات وهذا الدعاء هو دعاء للألباب دعاء للعقول الذين يعرفون قيمة الثبات وهذه الآية موجودة في سورة آل عمران ومن أسباب الثبات أيضا على الطاعة الرفقة الطيبة الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعش يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه وعند ذكرنا واتبعها وكان أمره فرطة فالرفقة الطيبة يعينونك إذا احتجت ويبصرونك إذا جهلت وينشطونك إذا كسلت هذه فائدة الرفقة الطيبة الرفقة الطيبة تعينك ولهذا أفضل الناس وأكملهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمره الله بالرفقة الطيبة فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فالإنسان إذا لزم الطاعة وأكثر الدعاء وأدرك الرفقة الطيبة وشد يده بها وابتعد عن الرفقة السيئة رفقة السيئة هم الذين يضلون الناس انظر إلى أبي طالب كاد أن يسلم كمين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في في ساعة حضرة الموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله ماذا قال كان أبو جهل عبد الله بن أموية قريبا منه قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب فقالت نهايته سيئة نعم